مرحبا بكم أخوتي في هذا الفيديو الجديد سنتحدث في هذا الفيديو عن Local Equipable Items أو Wearable Products أو ما تعرف بالعناصر المحلية القابلة للتطبيق أيضا سنتحدث عن الاختلاف الرئيسي بين هذه الأيتم تالي لدينا l-equipable products وهذه هي مصطلحات مهمة في In-appoches Products إذن هذه هي اللعبة سأقوم بتشغيلها سترون ما هي أنواع l-equipable products الموجودة لدينا داخل اللعبة حسنا إذا ذهبنا هنا على سبيل المثال نجد أحمد ناصر أريد أن أغير هذا الكاركتر وبالتالي يمكن أن أغير هذا الكاركتر خاص به أذهب إلى store وأحاول شراء سبرايت آخر حيث يمكنكم بكل سهولة الشراء من هذا ال-store إذا أتينا هنا كما ترون يوجد لدينا عدة أنواع من l-equipable products مثلا هنا لدينا t-shirt هذه t-shirt تدعى local حيث يوجد لدينا ثلاثة أنواع لل-equipable products لدينا ما يسمى بال-local ولدينا ما يسمى بال-global أما النوع الثالث ويعرف بال-category إذن سنتحدث أولا عن النوع الأول وهو تالي عندما نتحدث عن local-equipable products سنتحدث عن الأشياء التي يمكننا تطبيقها equip والأشياء التي لا يمكن تطبيقها أن equip في أي وقت كان أي بمعنى أن هذه ال-products غير مرتبطة بال-products الأخرى هذا product سنحوله إلى equipable وبعد ذلك سنحرره وبالتالي عندما أطبق هذا ال-products يمكننا في أي وقت تحرره يتم ذلك عندما نأتي هنا إلى ال-store ونجعله equipable وبعد ذلك يمكنكم جعله un-equipable كما تريدون إذن دعوني أعطيكم مثال عن استخدام هذا النوع من ال-products نذهب أولا إلى ال-region هنا داخل ال-asset example لدينا ما يسمى بال-region equipables هنا لدينا نموذج الأول يدعى local equipables مثل pencil, music track هذه ال-items تعتبر local لماذا تعتبر local تعتبر local لأنها غير مرتبطة بأي item آخر في هذه اللعبة أي يمكنكم تحريرها وعدم تحريرها في أي وقت من اللعبة وبالتالي فهي لا تعتمد على أي شيء مثلا هنا لدينا virtual good اسمها teacher هنا يمكنكم الحصول على رتبة معلم teacher rank وأيضا هنا يمكنكم الحصول على كتاب مجانا عندما نضغط على الكمية المحددة من ال-coins وبالتالي يمكنكم استخدام هذا ال-products بمجرد أن نجعله equipable كما يوجد لدينا هنا شيء آخر هو music track أيضا يمكننا نجعله equipable في أي وقت كان ولدينا أيضا ال-pencil هذا يمكننا استخدامه مثلا للكتابة أو لتغيير شيء ضمن اللعبة إذن دعونا الآن نأخذ مثال music track وأيضا learn from أحمد ناصر نذهب هنا إلى unity كما ترون في هذا مشهد الحال لا يوجد music وبالتالي سأقوم بتشغيل music الآن أذهب إلى store نذهب هنا إلى music track عندما نحاول شراء يظهر لدينا أن الرصيد غير كافي وبالتالي نحتاج إلى 7 coins لذلك نذهب هنا ونحاول شراء الف كوين ثم نعود ونشتري music track الآن عندما تم شراءها يظهر مربع اختبار مفاعل checkbooks وبالتالي عندما نضغط على الأكوب يصبح بإمكانة تطبيق music track في الخلفية كما ترون حسناً الآن يمكننا إلغاء تطبيق music track في أي وقت حيث لا يوجد أي مشكلة الثالي في أن الأكوبابل آيتمز يقصد بها بأنه يمكننا تفعيلها في وقت محدد كما يمكننا إلغاء تفعيلها في أي وقت نريد أيضاً يوجد لدينا هنا اكوبابل برودكت آخر مثل بنسل هذا يمكننا تطبيقه اكوب كما يمكننا أن اكوب في أي وقت نريد هنا لدينا كتاب learn games development يمكننا نحصل على هذا الكتاب بجانة عندما تشترون هذا الايتم إذن نأتي هنا نضغط على البي عندما نضغط على البي يمكننا بعدها نضغط على الاكوب سنحصل على رابطين كما ترون هنا رابط الأول هو للبلاي ستور ورابط الآخر من أجل هذا الكتاب المجاني يمكنكم أن تضغط عليه وتفتحوا رابط إلى هذا الكتاب الجديد إذن سأأتيه الآن وأجعله اكوب لكن عندما نشتري هذا البرودكت لدينا شيء يدعى البلانس الرصيد ثالي عندما يفعل الرصيد فهذا يعني بأن المنتج برودكت قد تم شرائه وبعدها قد يصبح البرودكت اكوبابل إذن يوجد لدينا حالتين لأكوبابل برودكت الحال الأولى رصيد البرودكت أكبر من صفر فإذا كان الرصيد أكبر من صفر فعلنا هذا البرودكت قد يمكن شرائه وإذا كان الرصيد أكبر من صفر وقد تم شراء هذا المنتج آن يمكننا تطبيقه إكوب وهذه هي الحال الثاني إذن لدينا حالة الشراء وحالة التطبيق وبالتالي كل آيتم من نوع إكوبابل لديه حالتين الحال الأولى بأنه بورد شيئز حيث نحصل على الشيك بوكس هنا والحل الأخرى هي الاكوبابل إذا ألغينا الاكوب يصبح هذا البروداكت ان اكوب لكنه يبقى بورتشيز طول الوقت وهذا ما يدعى باللايف تاني مثل النو اتس وهو من بورتشيزبل لكنه يختلف النو اتس بأننا لا يمكننا جعله اكوبابل وبالتالي عندما نشتري النو اتس لا يمكننا إعادته لدينا هنا أيضا شيء آخر هنا نجد أحمد نصر شاتو التي ترتبط بما يسمى بالورابل والتي سنشرحها في الفيديوهات القادمة هنا لدينا أيضا تيتشار إذا ضغطنا هنا يمكنكم رؤية توصيف لهذا البروداكت مكتوب في وين اتيتشار رانك إذن يمكنكم شراء هذه التيتشار رانك بالضغط على البي هنا كما يمكنكم تطبيقه او عدم تطبيقه متى أردتم هنا نجد سلسل من البروداكت وايضا هذه جميع أمثلة عن البورتشيزبل اكوبولز بروتاكت التي نستخدمها في لعبتنا داخل المنتازر بروجيكت كما لدينا هنا أشياء أخرى مرتبطة بالورابل سنشرح في الفيديوهات القادمة وإذا من أجل أكوبول فقد تحدثنا هنا عن lifetime goods والتي هي عبارة عن items يمكننا شراءها كما شرحنا في الفيديو السابق وتصبح دائما عندنا وبالتالي عندما نضغط على البي لا يمكننا أعادة هذه البروداكت لكن الآن سنبقى هذا إلى الدرس آخر وسنبين كيف ندمج هذه مع الإعلانات الحقيقية باستخدام Startup شكرا لكم على المتابعة وراكم في الدرس القادم وإلى اللقاء